رح نحتاج لخبز الشراق صبعنخ بيبي من فرشكو بصل ثماء دبس رمان زيت زيتونتوم ليمون بودر التوم وسمنة كنت عم برقص ما راح عليكي هناك سؤال تقول لك شوء ليه ما بتدهني الخبز أي شيء دهنتي دهنته سمنة غرقناه سمنة طعم تكثير ذاكي انت إذا حبيتي تدهني شيء تاني طيب عنا هون بالمقلاي بدنا نحط بدي أعطيكم هيك زي خدعة بالمطبخ دايما لما بدنا نطبخ اشي وما بدنا ينزل مي ما نعمله بطنجرة واقف وقوف نعمله باشي مفتوح اكتر يعني شايف هاي كيف السطح تبعها مش واقف وقوف زي الطنجرة عشان المي لما يكون الطنجرة هيك مستقيمة بتظلها المي محشورة داخل الطنجرة وما تكون مفتوحة شوي بزيادة بتبخر المي اسرع هون عندي شوي زيت زيتون سنحط معه سمنة شو أكتر أكلة ما بحبي تأكلها ما بحب أكلها ولا شيء الحمد لله مش مقصرة بالله يعني كله بتاع كله تحبي تأكلها يعني ممكن رح حلق كتير يعني كرشك أيوه جا راح للك الأشي الوحيد مش فوارغ باكل بحب الفوارغ مقلية مشوية على أدامه كل شيء نخاعات باكل، الصناعات باكل، الكرشة بقدرش أكلها أعرفش ليه؟ والمآدم 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 طيب بدي أقلي مآدم خير إن شاء الله مآدم خير إن شاء الله بدي أقلي البصل هون أقلبنا البصل مع السبانخ طبعا السبانخ أدي زغرة السبانخ أدي زغرة هون أقلي؟ نعم، سبعنا حطيت ليمون، شوية بودر التوم حسنا ونحط حلق خلصنا نطفي النار ونجيب الحشوة في ناس عم تسأل على موضوع السمنة مستغربين إن كيف دهنتي الخبز سمنة إنه يعني مش متعودين على السمن متعودين على زيت الزيتون أسكى أسكى سمنة أنا دقتها هلأ دقتها تحت الهواء هاي الجاج قطعتها على فكرة كتير زاكية نحط دبس رمان برضو على السبانخ اليوم حلقة دبس الرمان بكرة حلقة دبس الرمان لماذا؟ اليوم نصف حلقة دبس الرمان بكرة أسكى تعملي؟ لا، سر يا سلام، تشويق للمشاهد بحكيرك بعد الحلقة نحط كمان سماء كمية جيدة ونقلب هاي بتطلع طلعوا لي الخلطة الداب منظرها مشحي شوف شو أحلى من هيك سماء وزيتون وبصل وسبانخ وصمنة شوي وإلى آخر هاي هلأ بدنا نطبقها بالخبز قالها فطيرة هي فطير فطير مش هني كت مانا اليوم وإن الفغل الكلمة فطيرة 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 لا، لا روان بتقول لك منورين شكرا يا روان نور الإيمان اللي يعطيكم العافية شكرا يا نور سحر كمانا بحط دبس وكتير زاكي طبعا دبس الرمان يعني لا يعلى عليه بالأكل روبا كمان دا وجدلك تحية بتقولي سعد مساكم يعطيكم ألف عافية لو الواحد ما بيعرف يطبخ ويشوفكم يحبك يصير يحب الطبيق شكرا لإلك لأن الطرق اللي عم تشتغل عليها السلسة وبسيط بحاولك أخذ مقتطفات من المساج يسرى يسعد مساكم أحلى خلود وأحلى ليني يسلموا إيديكم شكرا لإلك يا يسرى غادة كمان جريري بدأ أشكرك وبدأ أشكر كل الناس اللي عم بيبعتو لنا إذا في عندكم أي سؤال لوصفة معينة استفسار عن طبخة معينة هاي الشف الوحش معنا بتخبركم طبعا سلاح ذو حدين شف الوحش الوحش لا الوحش أنت القوية يعني فرح بتجوابكم على كل أسئلتكم أي وصفة مش قادرين تعرفوها بالضبط شو مقاديرها ليني اليوم رح بتساعدكم فيها رقمنا على التليفون 5665555 طيب خلود أنا عندي هون بعد أنا زعلت مندر بدأ زعلت هلا باقي مستشوي وبعدين واحد واحد ما بزعل منك بدي أبلج فيكم عندي ربع الخبزة للشراك بس طبقتها وشلتها عملتها ستريت عشان نشيل الناشف رح أخذ من حشوة السبانخ حلو ما بننكتر حلو ليني منخليها مكشوفة من الطرف ما في مشكلة وبدنا نلفها هلأ وين السر نقدر نحط عليها سمنة نحطها بالفرن أنا رح أعمالها على الغاز عشان السرعة تقليها ألي يعني مش تشويحي نقطة سمنة شوية سمنة مش كتير شويتين والله برضو سهلة أنت وصفاتك اليوم سهلة ليني أنا بالعادة خلود عم بحاول دايما بحكي لهم إحنا هلأ بزمن السرعة لما تكون الوصفة سهلة بتحمس الشخص اللي قدامك يجربها ويطبخها هاي وحش الوصفات الزاكي بقولك نبيل شفتي شفتي والله فاهم علي يا نبيل أنت جماعة هون يعني حردنين معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفكم؟ كيفك يا عبير؟ يا أهلين كيفكم أنتو؟ يعطيكم العافية الله يعافيين أولي لنا يا عبير بتحطي دبس الرمان على الأكل يا عبير ولا ما بتحطي يا عبير طبعا ما بذكر الأكل إلا بدبس الرمان هلو أصل عرايس هلو عرايس الفاتوش هلو شو في أكل عبيرتها؟ يعني زي ما عملت الشفلين كمان السبانخها دعب الخبز الشراكي كتير زاكي بيطلع إنتي عملتين جربتينها قبل ولا؟ لا بجربها أم جرباها قبل أم جربتينها قبل بحطها بالصينية يعني زي الفطيرة وبحشي السبانخ بالنص وفوقها كمان طبعا خبز الشراك كمان بصير وفدهنها حطيها بالفرون وبتقطعيها كمان بصير يا عبير طيب إيش في عندك وصفة هيك محتارة فيها مش عارفة بدك تسألي عنها قليلي في أكل هيك صعب عليك ولا أمورك ماشي بالمطبخ والله الحمد لله رب العالمين الأكل العربي تبعنا يعني وأنتو بخبراتكم وطريقتكم بالطبخ يعني كتير بتبس وبالسهل وهالطرق يعني كتير كله متوفر يعني سهل وبسيط ومتوفر يعني عبير من وين تعلمتي الطبيخ يعني أول ما أول حدا بلشت تتعلمي منه طبيخ مين الوالدة والله الوالدة أمامه طبعا الله يخلي لك إياها يا عبير الله يفيدك يا ربي عبير شكرا لإتصالك شكرا لإلك شفتي يعني طريقة عبير بتقولك تفرد الشراك تقدري كتير عنا استخدامات للعجينة بشكل عام ما في داعي الغالب حالة ونعمل عجينة عنا نوع خبز ونوع عجاء جاهزة ونقدر نستغلها ونعمل فيها وصفات ذاكية ماشي وعلى سيرة الاشراك بذكيني طبعا بالمنصف لا أعلم تشوفتيه على السوشال ميديا بدون ذكر اسم المحل بس هلها عم بغيروا كمان بشكل المنصف لا بدنا نرو شفتيه؟ عن جد شفتيه؟ لا ما بدنا نروط طيب بتجاوبي؟ قولينهم قولينهم ليم بتقولكم إننا نروط بدنا نروط لأن المنصف عم بغيروا بشكله يعني إحنا متعودين على هذا المنصف بالنسبة لإلنا التراث يعني إحنا الأكلات اللي لا يمكن أن تتغير اليوم بجيبولك إياها بكاسة لين يضعوا الاشراء لا يضعوا الاشراء يضعوا الرز وبعدين يشربون نتفت جميع ويضعوا الاشراء هلأ إذا كانوا قتيل سنسمح لهم لماذا؟ الشراكة هيكة لبرة بتطلع لأنه عم بحاولوا يعملوا الفليتنج تبع السحون بطريقة مختلفة ولكن يجب أن نحافظ على نكهة المنصف ومقام المنصف يعني منصف إذا ما كان تقوسه صدر بالفجل بالعيني بصل أخضر شوفوا ما أحضر مثل الرل المسخن يا حبيبتي السحن الأبيض أينه؟ هايو هايو عندك شوفوا ما أحنا منظرهم إذا كان هناك اتصالات دخليننا والله مثل الرل المسخن مثل الرل المسخن بسهولة يعني عملتهم آه من دون ما أنحرق بس عملناهم سريعا سريعا كثير سهلة مرة يعني سبانخ وزيت زيتون وساملة شوفوا خلوط سأني مرة ثانية يعني فيها هلأ ترويحة على البيت ربطة سبانخ هلأ بأعطيك من فرشكو تعفيقا يا ريت تعفي شو اللي بيستهويني أنا لين بيشدني الأكل السهل السهل ما بدي إشي صعب مكلكع يعني ما بفهم له أكلنا سهل وفي كتير طرق بقولك ما في داعي نلوح للإشي اللي كتير صعب كون زمان أحضر برامج طبخ على قنوات عربية كان شيف طبعا هو بس شو كان يعقدني حياتي يعني أقعد أحضره أيام زمان يا مدرسة ويقعد أحضره فيش غيره تلاقينا أن أقعد نحضر عليه يطلع أجهزة يدوب كربيل بسعب الأمور أقول بلوية الأجهزة اللي حالها قصة قدي معنا وقت يا مروة عشان نعرف أوكي يلا بنعمل كمان رولتين بعدين نعمل السلطة هيتنفع أبيتايزر هيتنفع أبيتايزر هيتنفع بها سوس مثلاً أشيء ممكن هلأ بدي أعمل سلطة لبل حامضة أنا بعملها دائماً جنب العرايس أو جنب مثلاً أزبدي أعمل كباب أو شيء هلأ بمعملها سؤال آخر أنت حطيت في سمنة عم تقلي أو زيت سمنة عم تقلي في سمنة اليوم نعم ليس عم نقلي فلعي هيك قلي سطحي ونقطتين على الفكرة أه آآ مش كتير نعم بس إحنا مننحاول نعمل كفاية للجميع يدوق كمان طيب خليني هيك نقول نقول مسأل خير شكل العرايس حنان لا بالعكس أنت كتير غلطان يا حنان جربيها وإعمليها وبتشوف أدايا زاكية سمير شكراً ناهي دادانا كمان بدأ وجه تحية لأم سفانا الحديدي بتقول يعطيكم العافية أحلى شرف بالعالم أفنان زاكي كتير ريري العلي مسأل ورد وكلنا صراحة اللي يعني عم بيبعتونا طبخات جميلة بس السمنة ما بنستعملها مع الزيت واضحي الفكرة من استخدامك السمنة مع الزيت زي مبدأ الزبدة مع الزيت ما عندنا مشكلة ما بصير إشي يعني صحي غلط ولا بيعطي نكهة غلط بالعكس أنت زي كأنك طابخة مسخن وبالآخر شربتي بشوية سمنة بيش متابعينكم من السعودية ماما كتير بتحب أكلاتك يا لين حبيبتي كل شيء ولا تزع لي بندر كل ولا بندر هذا في لك جمهور يا بندر حلو حلو والله بندر إنشهر يلا أنا كمان إنشهر كمان أمل نورين يسعد مساكم ويسعد مساكي تنهيد شكرا للك يا تنهيد وأم يحيا كمان ومنال ومحمد وأميرة دينة جرار كيفك يا لين بتقولك كل الناس صراحة اللي عم تتابعونا من اشتركوا في القناة